السلام عليكم غزالات ديالي و احلى متتت بقناة شبات ام انصاف معكم فراح فيديو جديد و وصفة جديدة قبل ما نقدم لكم الوصفة دياليوم كان بغير نرحب بكم وكان ارحب ايضا بالناس الجداد اللي انضموا القناة كانتمنى القناة تكون خفيفة دريفة على قلبكم وتكونوا تستهدموا الوصفات لتنشارك معكم يوم شاء الله جيت لكم بميني حراشات اللي كي جيوا رائعين و ساهلين بمكونات بسيطة تبعوا معي الفيديو للاخر و فرجة ممتعة بسم الله على بركات الله بنسبة المكونات سنحتاجوا لجوج حبات ديال البيض يكونوا بحرارة الانطبخ كاس عنبه من عصر البرتقال اللي يكون مصفي كاس لاروب عنبه من زيت نباتية جوج كؤوس عنبه من سامذ الرقيق 4 ملاعق كبيرة من سكر سنيدة جوج ملاعق كبيرة من الدقيق الابيض جوج اكياس من خاملة الحلويات وملعقة صغيرة من بشور الليمون او لاقشرة ديالليمون اللي محكوكة سنذهبوا في طريقة مباشرة بنسبة الطريقة فهي جد سهلة ان شاء الله ستشوفوا معي كل شي موضح في الفيديو ناخد اناء اللي نوضع فيه البيض مع سكر و قشور الليمون نضيف لهم احد القبيصة ديال الملح اول شي نخلطو سكر مع البيض حتى ينساجمو مع بعضهم وكيدو بلحو ببات ديال السكر عاد باش نضيف بقي المكونات تدريجيا دائما مع الخلط المستمر نضيف الزيت و انا كنخلط في المكونات اول في العناصر ديالي على هذا الشكل هذا سراحة كيجيوا رائعين والدادين هاد الحريشات هادو كيخرجوا كمية لا بأس بيها نتمنى انكم تجربوه من الاعجاب ديالكم كيوجدو بسرعة وبنسبة المكونات كيف مالحتو مكلفين ساهلين و بساتين بزاف يعني اي واحد يقدر يحضر هاد الحريشات هادو راكيجيوا رائعين او كيجيوا الداد بعدما اضفت الكاس ديال عاصر البرتوقال وكيف ما ذكرت في اول فيديو انه يكون مصفي بعدما تعسروا الليمون ونصفيوه سفي كنضيف هنا الكاس اللي اول ديال ساميد الرقيق ثم الكاس الثاني كنستمر نخلط الخليط ديالي بهات الشكل هادا وهي بالطره باليداوي وكنضيف الاكياس ديال الخاميرات الحلويات بنسبة الاكياس اخواتي فكل وحدة تتوزن سبعة جرام بالمجموع 14 جرام ديال الخاميرات ديال الحلويات وغادي نضيف ايضا دوك جوج ملاعق ديال الدقيق يكون نوع جيد غادي نستمر كنخلط الخليط ديالي حتى كندخل ديك الكيمياء ديال الدقيق اللي ضفت فالخليط ايضا وكينساجمو لجميع المكونات اول العناصر وكنتحصل على خليط اللي تيكون متجانس بنسبة القوام مراهما ما يكونش خفيف بززاف وما تيكونش تقيل يعني كيف الخليط ديال الكيك سوف نخليهم على جنب وغادي ناخد هاد ليمول هادو ديال البسبوسة اللي غادي نضهنهم بزيت ورشيتهم بالدقيق او لا تقدرو ترشوهم بسامد الراقيق وهنايا غادي نعمر طويسات ديالي ديال البسبوسة بالخاليط على هاتشكل هادا تناخد كل جوج مع القات كبارين او لا جوج مع القرنص في كل طويسة على هاتشكل هادا بنسبة لها الكيمياء اخواتي خرجت لي عشراء ديال البسبوسات الصغارين بنسبة للمول اخواتي فهما الليمول الكبارين ديال جوج دراهم اللي تديروا جوج دراهم ماشي الصغار اللي تدير درهم الى درتو الصغير غادي تخرج لكم عشرين حبة سافي غادي نستمر كنعمر الطويسات ديالي بهاتشكل هادا حتى كنعمرهم كاملين او كان ستفون في اللاطة اللي غادي ندخلها للفرن الفرن يكون شاعل على دراجة حرارة من 170 حتى 180 دراجة غادي نطيبوهم بحل كنطيبو الكيك عادي النار تكون تحت منهم حتى كي طيبو لنا من تحته كي ينشفوا سافي كنهبطوهم النار تكون فق منهم باش كيتحمر لنا الوجه ديالهم وهنا كيفما كتشوفوا بعدما جبتهم من الفرن كيكون هادا هو الشكل ديالهم اللون ديالهم تيجي مذهب على هاد الشكل هادا هنروا مازالي سخانين يلا خرجهم من الفرن وصورتهم ليكم كيفما تتشوفوا تتحيدو من المول بكل سهولة يعني ما كيلتاسقوش تتزولو بكل سهولة انتم كتشوفوا كيفاش جاو كيجي ورطبين وكيجي ورائعين سافي غادي نزولهم من الليمول ديالهم كاملين على هاد الشكل هادا وغادي نمشوا لمرحلة ديال التزين غادي نحتاج هنا كوكو كونكاسي اللي حمرته وعندي المربا ديال المشمش الخاص بالحلويات هذك اللي تيكون يعني جاري سافي غادي ناخد هاكا الحريشات ديالي به هاد الشكل هادا وغادي نبدأ كندهنهم بذك المربا ديال المشمش تقدروا البنات تعودوا المربا بالعسل او لبنات يعني اللي متوفر عندكم تقدروا انكم بدهنوا به الوجه ديال الحريشات ديالكم غيباش من يديروا الكوكو يتبت لكم فوق من ذيك البسبوسات على هاد الشكل هادا سافينا غادي ناخد القليل من الكوكو واولى اللوز ما مهرمش ايضا تقدروا تديروا اللوز ايفيلي يعني اللي متوفر عندكم غادي نديروا على هاد الشكل هادا بالطريقة يعني كنحط غاكي مياه قليلة في الواسط وغادي ناخد هاكا واحد الوريضة ديال الورد وغادي نديرها في الواسط باش كتعطيني ذاك اللون البنات الساجي في البسبوسة بالنسبة اخواتي للحريشات ديالكم انا كندهنهم على الوجه اللي طابوا عليه يعني لهذا اللي تيكل تحت باش كيتبلي ديكل التشناف اللي في الجناف ديالهم ما كندهنهم مش على الوجه الفوقاني يعني كنقلبهم وكندهن هاكا بالمربا وكنزينهم باش كيجيو هاكا اعطي المنايدر اللي هو وازوين هاد الشكل هادا كنستمر بنفس الكيفية كنا نزين الحريشات ديالي كندهنهم بالمربا او كيف ذكرت بالعسل او الناباج اللي متوفر عندكم تقدرو ايضا تدهنهم بالكراميل بصوص ديال الكراميل غادي ايه تواتى بزاف مع هاد الحريشات هادو وكندير داك الكوكا ها شي او لا لوز او لا لوز ايفيلي حسب الاختيار ديالكم وحسب المتوفر وكنزين بالوريدة على هاد الشكل هادا في الواصل تعطيني هاد تزين هادا تزين اللي هو مبسر واستطاعة الجامع كيف ما كتشوفوهن بعد ما كملتهم في التزين كي يجيوا على هاد الشكل هادا كي يجيوا رائعين بصراحة غادي نقصم معاكم هنا يا وحدة باش تشوفوها كيفاش دايرة من الداخل كتجي رطبة المداق يا سلام ما نحتاش اناني نشكرو لكم ان شاء الله حتى تجربوها وانتوما غادي تحكموا ايضا على المداق كيف مما شفتوه كتجي رائع وكتجي اسفنجية خفيفة بمداق البرتوقال كنتمنى انكم تجربو هاد الحريشات اللي شاركت معاكم اليوم نالوا الاعجاب ديالكم وكيبقى هادا والشكل النهائي ديال الحريشات اللي شاركت معاكم اليوم كنتمنى انهم يعجبوكم وما تنسوني شكيف ديما بلايكاتكم وتعاريخكم الجميلة شكرا لكم بزاف على المتابعة وعلى المساندة الطيبة ديالكم وما تنسوش تبارتاجي الفيديو مع احبابكم وصحابكم جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة ونكبرو القناة اللي هي قناتكم ومن هنا غادي نخليكم نقول لكم اسلام عليكم ان شاء الله في فيديو قادم ووصفة قادمة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء